بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله النهاردة نبتدي مع بعض أول محاضرة في مقرر نظم التشغيل قسم الهندسة الكهربية وإن شاء الله هكون معاكم دكتور محمد عباس نبدأ مع بعض الجزء الأول من المقرر بتعنا الجزء الأول بيتكلم عن الكورس جوز أو أهداف المقرر عندنا أهداف المقرر أول حاجة نبتدي بيها اللي هي أهدافنا وهم بالضبط مع بعض زمان تشايف ثلاث أهداف الهدف الأولاني للمنهج عندنا إن احنا نفهم المفاهيم الأساسية لنظام التشغيل اللي هي بنسميها كاي أوبريتنج سيستم كونسبتس والتكنيكس والتقنيات بتاعتها وكمان نقدر نعرف يعني إيه بروسز مانجمنت إدارة عمليات ويعني إيه كمان ميموري مانجمنت إدارة الزاكرة وكمان نقدر نعرف يعني إيه فايل مانجمنت إدارة الملفات دي أول هدف عندنا يبقى إحنا زي ما اتفقنا مع بعض إحنا عندنا تلات أهداف أول هدف في المنهج إن إحنا نفهم نظم التشغيل تقنياتها العمليات اللي بتتم عليها وكذلك إدارة الملفات وإدارة الزاكرة إيه كمان رقم اتنين إن إحنا نفرق ما بين يعني إيه أداء لنظام التشغيل يعني إيه performance زي ما أنت شايف كده ويعني إيه functionality وظيفة نظام التشغيل أوكي إن شاء الله في آخر المكررة إن نقدر نفهم الكلام ده طيب إيه كمان بعد كده إن إحنا نبدأ نطبق بقى اللي إحنا فهمنا دوت يعني إيه نعمل applying to apply نقدر نطبق مفاهيم نظام التشغيل وفيه حاجة مهمة جدا يا رجامعة إيه هي إن إحنا نبدأ نعمل بقى تقييم evaluation لأنظمة التشغيل اللي إحنا عارفنها اللي إحنا تعاملنا معها قبل كده وإحنا شوفناها في حياتنا بيسموا أنظمة التشغيل اللي إحنا بنتعامل معها في حياتنا دي اسمها commercial operating system أنظمة التشغيل التجارية هديك مثال ما أنت فاهم الكلام ده بس أنت عارفه بس هديك عليه مثال اللي هو زي مثلا على سبيل المثال linux ده نظام تشغيل وكمان مين الwindows والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته